لأن عندنا كلام مهم كتير جداً في الموضوعات دي موضوع الانتقالات كمان على مستوى المركات وهنتكلم فيه مع ضيفنا النهاردة لكن تعالوا ندردش مع بعض ونشوف بعض الأخبار السريعة على الساحة العالمية كانت بتتكلم على إيه عندنا الحقيقة بعض الأخبار أول حاجة مرتبطة بالتطوير عندنا خلاص الدوري أو رابطة الأندية المحترفة في إنجلترا بتنزل جدول الموسم القادم برضو يعني الواحد هم يضحك وهم يبكي يعني خلاص الناس بدأت خلاص من دلوقتي نزلوا جدول الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني أو الأسبوع الثالث يا حضراتكم عارفيني إن الدوري الإنجليزي كمان هيبدأ بدري السنة دي طبعاً علشان فعاليات كاس العالم 2022 وبالتالي النهاردة أجرية القرعة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم طبعاً 22-23 المسابقة هتبدأ طبعاً مع كريستل بلس ضد أرسنال ده يوم الجمعة بالتاريخ بالوقت بالساعة يوم الجمعة 5 أغسطس هيبقى الأرسنال وهينطلق الموسم في إنجلترا بشكل مباكر زي ما قلت لحضراتكم طبعاً طبعاً ليه يعني بداية كاس العالم في 2022 هيستضيف طبعاً الموسم 18 ديسمبر المقبل ده هيكون طبعاً نهاية الموسم في إنجلترا الحد 28 مايو السنة اللي جاية ده نهاية الموسم هنقول منشستر سيتي حامل اللقب مع منافسه ليبر بول هيقابلوا بعض يوم 15 أكتوبر قابل طبعاً ما يستطيعه في الرز في طبعاً الأنفيلد طبعاً الستي يوم 1 إبريل كلنا طبعاً بنتابع هذا يعني الدربي بشكل كبير جداً جداً لإنهما دول قمة القرى الإنجليزية كمان يعني زي ما بقول لحضراتكم النهاردة بتعلن رابطة الاتحاد الإنجليزي الجدوى الكامل وده اللي نفسنا يحصل في مصر نفسنا قبل الموسم ما يبدأ يبقى عندنا جدوى الواضح عندنا يعني المسابقات على مستوى يليق بالقرى المصرية ويليق بالشعب المصري الدوري الإنجليزي كمان النهاردة منزل الكرة اللي هتتلعب بها الموسم القادم مجهزين ملفات مجهزين نفسهم بشكل أكتر من رائع يعني منظومة احترافية كاملة النهاردة كمان الغاء البوكسنج ده في الدوري الإنجليزي السنادي عشان اللعيبة يحصلوا على فرارات راحة بعد كاس العالم وطبعا وفقا للقرى هنستعرض مع حضراتكم جدول الجولة الأولى طبعا كريستال بلس هيلعب الأرسنال فولهام هيلعب أول مباراة طبعا ليبرفول أمام فولهام هنتكلم على بوتس موس هيلعب أستون فيلا وليدز هيلعب الوولز ليستر سيتي هيلعب برينتفورد ونيوكاسل هيلعب فورست نوتنهام فورست الصاعد من الشامبينشيب توتنهام هيلعب ساوس هامتون وأيبرتون هيلعب تشيلسي أما المان يونيتد مع برايتون ووستهام أمام المان سيتي دي كانت الجولة الأولى في طبعا الأسبوع الأول في الدوري الإنجليزي اللي هينطلق إن شاء الله يوم الجمعة 5 أغسطس طيب نروح لخبر تاني برضو على الساحة العالمية النجم الكبير النجم البرازيلي داني ألفش بيرحل عن برشلونة خلاص أكد اللاعب البرازيلي المخضرم طبعا داني ألفش